اشتركوا في القناة قاموا باخذ ابي وجدتي وعمتي من المنزل وتركونا لاننا اطفال وكانت امي حينها تعد الطعام لنا وبعد ذلك سألتهم ان كانوا يريدون الطعام فقدمت لهم الطعام وبعد ذلك قتلها هي ايضا وقال الطفل دانيال ان قبل وفاة والدتي قالت له بان يعتني باخوته ومن ضمنهم الطفل موائل الذي كان يبلغ حينها الستة اشهر فقط في حالة ان تم قتلها من قبل القوات الارترية واخبرته بان يحرب بعيدا قالت لي امي قبل ان تقتل بان اخذ الطفل واذهب الى مكان بعيد ومن ثم ذهبنا الى هناك ووجدتنا هناك وغادتنا معاه وقال الطفل دانيال بان في حين كان يريد احضار البقر من منزل الاقارب جاءت القوات الارترية وقامت بقتل ثلاثة اشخاص عندما ذهبت لاخذ البقر من اقارب كانوا يريدون قتلي ولكنهم تركوني قائلين انني طفل ثم قتلوا قدي سيوم ومبرق قبر يهنس وقبر كيدان حقوس وكل واحد منهم كان يقول بان عائلتي قتلت ولا يجب عليهم قتلي وبعد ذلك قتلوهم الثلاثة وبقيت انا على غيد الحياة الاخوة دانيال وداويت وايوب وموائل وايضا موز قبرهويت هم اطفال بريئون ولا يستحقون رؤية هذه المعاناة ولكنهم اضطروا على مشاهدة جرائم فضيعة التي سوف تترك اثرا فيهم مدى الحياة اشتركوا في القناة